مرحبا بكم طلبتنا العزاء وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من دروس الكيميا لصفف الثاني متوسط عزائنا الطلبة اليوم درسنا هو حساب الأرقام الموجودة في المركب الكيميائي أو في جزئة مركب كيميائي ماذا تعني الأرقام الموجودة في أي مركب معناها عدد درات معناها عدد جزئات يجب أن تفرق وأن تحسب ما مدلول هذه الأرقام مثلا اتنى مثال رقم واحد خمستاش المثال يبين ماذا تعني الأرقام المبينة في كل مما يأتي ما معنى هذه الأرقام في اثنين اتسي أل با ان اتش فور باي تو اس او فور وجيم كي تو اس او فور أريد أقرأ الكيم حتى تتعلم أنت أيضا تقراها ودال خمسة اتش ثري بي او فور إذن لحن نبدي مع مثال واحد خمستاش اللوحة أيضا أمامنا العداد التأكسودية ما أريد أمسح العداد التأكسودية أريدها دائما موجودة أمامك عزيز الطالب وخاصة مرحلة الصف الثاني متوسط لأنقلها مدلولات واسعة وكثيرة إذن مثال واحد خمستاش أولا إذن يقول ماذا تعني الأرقام الآتية أدنى اتش سي أل خمسة أو اثنين بس خلأ أخذ الكتاب حتى يكون أمامي الأرقام أدنى أنقلها صحيحة ثنين هذي الجزئة الأولى ماذا تعني ما عندي بس رقم واحد يريد ماذا تعني الأرقام ما طلب من عندي غير مطلب إحناني الأرقام هي من ثنين وفوق الواحد هو من بينه واحد ما يحتاج لكن إحناني رقم ثنين ماذا يدل رقم ثنين يدل جزئتان من من منه إكلوريد الهيدروجين إذن لحبدي الآن أعرف أسمي المركب مو فقط أني أكتب الاسم وأكتب الصيغة لا لازم أعرف أيضا أقرأ فإذن هنا ني أتش سي أل فهو جزئتان من كلوريد الهيدروجين نجي ثانيا هنتقل إلى أندي كبريتات الأمونيوم إذن NH4 by 2SO4 أجي أكتب الاسم كبريتات الأمونيوم لحبدي أأخذ الأرقام بسرع رقم رقم ماذا يعني رقم أربعة في هذه الجزئة أنت به هنا هذا رقم أربعة ما معنا رقم أربعة يعني أربع ذرات من الهيدروجين خاصة بالهيدروجين هاي الأربعة إذن رقم أربعة يدل على أربعة ذرات من الهيدروجين ماذا يدل رقم اثنين رقم اثنين للقوس كل زينا القوس شكوبي بNH4 مجموعة NH4 إذن رقم اثنين لي NH4 by 2 يدل على مجموعتين من جذر الأمونيوم هذا هو أمونيوم زينا أجي رقم أربعة الآخر رقم أربعة ماذا يدل هذا الأربعة؟ المن للأكسجين إذن أربعة ذرات من الأكسجين بهذا الشكل إذن لاحظت الأرقام الموجودة أمامي عزيز الطالب هي أرقام تدل على أما عدد ذرات أو عدد مجاميع أو مهنانة أيضا عدد ذرات وممكن تكون لعدد جزيئات كما في هذا الرقم رقم اثنين نجي ثالثا ننتقل إلى رقم الثلاثة وهو كبريتات البوتاسيوم إذن لهو طبعا موجود بهاي الصيغة لاحظ ويايا عزيز الطالب خلكت بإسمي أتعلم مو أخذ الكبريت واحد ولاكت لا هذا كلها مجموعة واحدة هي كبريتات وموجودة عندي أمامي على اللوحة وهذا البوتاسيوم هذه الصيغة الكيميائية لكبريتات البوتاسيوم إذن نجي الآن نأخذ الأرقام الموجودة أبدأ بالسرة رقم ثنيا يدل على ذرتين بوتاسيوم عندي رقم أربعة يدل على أربعة ذرات من الأكسيجين إذن عندي هنا رقميا واضحة هي رقم ثنيا ورقم أربعة الثنيا هي تابعة للبوتاسيوم فصارت كي تو إذن ذرتين من البوتاسيوم بينما الرقم أربعة هو تابع للأكسيجين فإذن هناك أربع ذرات من الأكسيجين إذن هذه الأرقام لها أهمية هي تبين إش قد عندي عدد ذرات أو عدد مجاميع أو عدد جزيات موجودة في جزيئة مركب أو جزيئة أنصر ممكن ننتقل إلى رقم أربعة وهو حامض الفوسفوريك أو أسموه أيضا فوسفات الهايدروجين إذن رابعا أتشثري بي أو فور هذا أسمي أما أسمي حامض الفسفوريك أو أسمي فوسفات الهايدروجين نفس الشكل عزيز الطالب نبدأ نأخذ الأرقام زين كم جزيئة؟ جزيئات خمسة إذن لحب دي الأرقام بالسرة نأخذ رقم خمسة ماذا يدو الخمسة؟ الخمسة على كلها إذن خمسة جزيئات من فوسفات الهايدروجين أو حامض الفسفوريك زين أخذ الرقم ثلاثة ثلاثة ماذا يدو الرقم ثلاثة؟ ويا يا عزيزان الطلبة ثلاثة هو تابع للهايدروجين إذن ثلاثة ذرات من الهايدروجين ماذا يعني رقم أربعة؟ أربعة ذرات من من تابع للأكسجين إذن أربعة ذرات من الأكسجين إذن لاحظنا عزيزان الطلبة بأنه هذه الأرقام هي الهاي مذلولات كثيرة فممكن أن تبين عدد الذرات ممكن تبين عدد المجاميع الأيونية المشتركة ممكن أن تبين كذلك عدد الجزيئات هذا بالنسبة إلى مثال واحد عدنا اخمستعشر صفحة اثنين وأربعين أيضا عدنا تمرين وعدنا ايضا واحد أفتحش ماذا تعني الأرقام الآتية؟ أيضا على نفس المنوال أو نفس المنهج نبين تمرين واحد أربع عشر تمرين واحد أربع عشر أيضا عندي مركبات على شكل جزيئات ممكن أن أبين ما هي الأرقام الموجودة بخلالها نجي أولا أدنا هيدروكسيد الباريوم بي اي او اج باي تو هشوف الأرقام شعندي أرقام هنا؟ عندي رقم اثنين واضح أمامي زين ماذا يدل رقم اثنين؟ شيدل؟ ما علي هذا الاثنين للقوس كل زين القوس هو شنوه؟ هو أيون الهيدروكسيد إذن هذا عبارة عن مجموعة أيونية إذن هناك مجموعتين من الهيدروكسيد مشتركة في تكوين المركب هو هيدروكسيد الباريوم إذن يدل على وجود مجموعتين من الهيدروكسيد عندي اثنين مجامية الهيدروكسيد نجي ثانيا أيضا لدي مركب آخر هو اوكسيد الحديد لكن هنا الثلاثي لكن كم جزيئة؟ بس أنقل الجزيئات هو ثلاثة جزيئات نبدي الأرقام بالسرة رقم الأول هذا ثلاثة ماذا يدل رقم ثلاثة؟ يدل على ثلاثة كلها هذه هذا الثلاثة تابع الهاي كلها على ثلاثة جزيئات من شا سميه هذا؟ أوكسيد الحديد لكن هنا يجب أن أعرف العدد التأكسدي للحديد لحبدي أشوف هنا سالب اثنين إذن المجموع سالب ستة للأكسيد أجي هنا اثنين إش قد أحتاج حتى أكمل الستة؟ أحتاج ثلاثة فصار موجب ثلاثة فيه سالة بثلاثة؟ سالة سفر إذن أكتب ثلاث خطوط معناها أوكسيد الحديد الثلاثي هنانا بالحديد ضروري جدا أن تكتب إذا كان ثنائي أو ثلاثي لأنه متغير العداد التأكسدية لأنه متغير العداد التأكسدية ناخذ رقم ثنيا ماذا يدل رقم ثنيا؟ يدل على ذرتين من الحديد اثنين حديد وثلاثة هذه ثلاثة ذرات من الأكسجين الأكسجين كم أكسجين مشتركة في تكوين المركب هي ثلاثة ذرات إذن ننتقل إلى المركب الثالث أو الجزائية الثالثة رقم جين وهي خمسة جزائيات من كاربونات الليثيوم إذن لحنشوف هذا الليثيوم وهي الكاربونات تاجي اثنين كاربونات الليثيوم هنبين رقم رقم خمسة نبدي بيها جلنا خمسة المن للكل من أول كل هو كاربونات الليثيوم إذن خمسة جزائيات من كاربونات الليثيوم لماذا أخذنا الليثيوم ثنيا لأنه الكاربونات سالب ثنيا والليثيوم موجب واحد إذن فأحتاج إلى ثنيا الليثيوم لإشباع العداد التأكسودية ناخذ رقم ثنيا المنتابع للليثيوم إذن ذرتين من الليثيوم ناخذ رقم ثلاثة أيضا ثلاثة ذرات من الأكسجين مو تكتب لي ثلاثة للسي أو لا فقط للأكسجين لو كان محصور بين قوسيا كان قلت لك لمجموعة الكاربونات إذن بهذا الشكل يكون حل تمرين واحد ارباطعش وهو بين الأرقام وما معناها كل رقم إلى معنى معين إذن لحنشوف الآن الهيدروكسيد وكيف أنه بين على شكل مجموعة بينما الكاربونات كانت واحد فبينت كل وحدة على جهة إذن عزائنا الطلبة هذا هو حل تمرين اه اه ارباطعش ننتقل إلى مثال واحد ستطعش اهنان مثال واحد ستطعش شي اختلف شوية قليلا عن التمرين والمثال السابق وهو كالآتي احسب عدد ذرات كل عنصر يعني اشقد اكو هيدروجين اشقد اكو نيتروجين اشقد اكو فسفور اشقد اكو كبريت لازم أعرف بهذه الجزيئة إذا كانت جزيئة واحدة أو خمس جزيئات او عشر جزيئات اشقد بها هيدروجين اشقد بها نيتروجين اشقد بها فسفور شنه العناصر الداخلة اصلا بالتكوين المركب اذا علي ان احسب هناك طريقة لحسابهن وهي لحنشوف كالآتي مثلا ادنا مثال واحد ستعاش ايريد خمس جزيئات من الميثان شاكو بي الميثان سي اتش فور شاكو بي بهايدروجين وبي كاربون اذا لحننتقل للروحة ولحنشوف مثال واحد ستعاش هنشوف ماذا يطلب من عندنا يقول حساب عدد الدرات لازم در در اعرف اش قد سي اتش فور اش قم در كم جزيئات عفو خمس جزيئات نعم خمسة جزيئات نبدي بالسرع هذا اسمي ميثان زين ما معنى خمسة جزيئات من الميثان شاكو بي الميثان اباوع زين افصل الميثان تفصل اشف شليا مكونات الميثان من اي عناصر اتكون اتكون من الكاربون اخلي الكاربون ومين اتكون من الهايدروجين اخلي الهايدروجين بهذا الشكل زين اللي هحسب اجقد اكو كاربون واجقد اكو هيدروجين اذا اقول عدد ذرات الكاربون طالبنا العزيز في كثير من الاحيان انت حافظ ومكمل وطلع العدد الصحيح لكن كاتب الكاربون غلط كاتبك بريت فيطيك المصحح غلط تقول لا استاذ انا مطلع صح اي مو انت كاتب الرمز غلط فانت حتى لا تخطأ تتعلم حتى لا تخطأ اخاف تخطأ بالرمز رجع عدد ذرات لكن طبعا انا افضل ان يكون كاربون حتى لا تغلط لحشوف الكاربون اول مرة اخذه في جزيء واحدة علمتك هذه هي الجزيء الواحدة اجقد بيها كاربون بيها واحد هاي واحد زين كم جزيء عندي عندي خمسة اذا في خمسة بيصير خمسة اذا كم ذرات كاربون في خمسة جزيءات من الميتان خمسة ننتقل الى عدد ذرات الهيدروجين نجي بالجزيء الواحدة اربعة زين عندي خمس جزيءات اذا في خمسة لحظت ويا عزي الطالب هزا تقولي ستاني مفتهمت اقولك نرجع على الطريقة البسيطة جدا هي طريقة مثل ما نقول المراحل الاقل نجي هادي وحدة هادي جزيء واحدة شم وحدة عندك خمسة اثنين ثلاثة اربعة خمسة دولة خمسة مضبوط فأني للسهولة كتبتها خمسة اتسيقا لو احسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هاي خمسة اجي احسب الهايدروجين اربعة ثمانية اثنعة ستة عشرين هاي عشرين اجمع هنجمع قادي فأني خواه ما اظل اكتب واحد واثنين واضرب لا اذا اتبع الطريق اول مرة بالجزيء الواحد اشقد عندي وبعدين بالجزيءات كلها اشقد عندي ويكون الناتج هو كالآتي نأخذ ثانيا طلبتنا العزاء ثلاثة جزيءات من كاربونات الصديوب بهذا الشكل نبدي نعزل اول مرة هاي على جهة حتى عرف عندي كاربونات الصديوم هذي جزيءة واحدة بيش مضروبة مضروبة بثلاثة اذا عندي ثلاثة جزيئات من كاربونات الصديوم يعني ثلاثة كاربونات صديوم لو اكتبها وحدة جول لك وابدي اجمعها لكن طبعا هاي طريقة بدائية نجي عالطريقة نبدي اول مرة خلنفصل شكوبي بصديوم هذا الصديوم عدد ذرات ن اي صديوم تساو شكوبي بي كاربون عدد ذرات الكاربون سي وبي اكسجين عدد ذرات الاكسجين تساو تقولي ستاني ليش ما اخذ السي او كله اقولك لا خطأ دير بالك تاخذ السي او وتعتبر لي ذرة واحدة كاربون واحد الاكسجين واحد بهذه الصورة اذا نجي اذا نجي الان خلي نحسب بالجزئة الواحدة كم صديوم عندي ثنين هاي ثنين كم جزئة ثلاثة في ثلاثة اش قد صار المجموع ستة اذا يوجد ستة درات من الصديوم في ثلاثة جزئات من كاربونات الصديوم ننتقل للكاربون كاربون اش قد عندي باع اش قد الرقبة هنا ماكو رقم يعني واحد في كم جزئة ثلاثة اذا نطهرت ثلاثة ستة اخذ الاكسجين الاكسجين كم ذرة عندي ثلاثة في عدد الجزئات ثلاثة يظهر رقم تسع هذا هو حل السؤال ناخذ ثالثا ثالثا اشر جزئات من كبريتات الامونيوم عشرة NH4 باي 2 SO4 حتو بلست هادي هواية بيها اقول لك بيها نيتروجين عدد ضرات النيتروجين بيها هايدروجين اذا عدد ضرات الهايدروجين بيها كبريت اس درب لك تاخد SO2 عدد ضرات اس تساوي وبها اكسجين عدد ضرات او تساوي بهذا الشكل اذا الان طلبتنا الاعزاء لحنبتين اد ضر ضر ليش لان هذا كل شوف جزيئتين من الامونيوم يعني هنا عندي اثنين من الامونيوم اذا في اثنين هس يلا اضربها في عشرة فتظهر عشرة اجي اخذ الهايدروجين بنفس الطريقة كم هيدروجين اربعة القوس اثنين في عدد الجزيئات عشرة ويطلع لي ثمانين اجي اخذ الكبريت كبريت واحد في ماكو قوسيا اذا في عشرة يطلع عشرة ننتقل الان الى الاكسجين كم اكسجين عندنا اربعة في عشرة اربعين اذا لو احسب هنا عندي عشرة جزيئات من الكبريت عشرين عفو ذرات من الكبريت عشر عشرين ذرة من النيتروجين ثمانين ذرة من الهايدروجين واربعين ذرة من الاكسجين وين في عشر جزيئات من كبريت الامونيوم وين في عشرة جزيئات من كبريت الامونيوم لو كبريت الامونيوم اصطرهم بالسرة عشرة او اجي احسبهم بالتسلسل لحلاخض هاي الاعداد تظهر لي بهذا إذن ممكن الآن أيضا نأخذ مثال واجب إلك طالبنا العزيز لأن إحنا إن شاء الله نكمل هذا الدرس أيضا مستمرين وياك وهو خلي نحسب عدد ذرات أريد ثلاثة جزيئات من خلات الصوديوم هذا إلك واجب إن شاء الله طبعا الدرس القادم نحلك يا في بداية الدرس شكرا لمتابعتك طالبنا العزيز ونلتقي بك إن شاء الله في الدرس القادم من الكيميا للثاني متوسط كانت معكم هودا الزبيت ولا يهمك هذا البوتاسيو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر